اللي بينك وبين ظافر العبدين يخليك تعمل له صورة وتنزلها عندك وهتشوف الصورة حالة دلوقتي انا شوفها بعض الصورة مالك ومال ظافر العبدين مفيش والله احنا هنخش على شغلة بعض الظافر مش حينفها بتقوله عملتها قبلك تلا كنت عامل الشخصية بتادي الفامباير دي في شركة المرعبين اه وهو عملا طبعا في فانا باعرج معاي انا مش فيش بني وبينه حاجة والله ايو ايو ده حبيبي ظافر ده واحد الله ده فيلم خاطة دم طبعا مع نيلي كريم ده الفنان ظافر العبدين وحضرتك عملتها في شركة المرعبين مسلسلة طب بتقوله اني عملتها قبلك اه يعني يعني ظافر ما يقلدكش من الاخر اه يعني من الاخر وويل ما سميث برضو ما هنانيش يعني برضو في حاجات مش هيكل محولة جبو الواحي مش عاد تتكلم بوه بره واخد بوه ملاش تفند الزبنة دي بقى يا سر طيب رانيا يوسف من مصصين الدماء للديناصورات اكيد عرفتي السؤال مصر كلها تكلمت عنك لما قلتي الانسان اتولد عشان يواجه ديناصورات عشان يواجه كورونا ربك ايه يا جماعة كنت محذر انا كان عزي انه يعني احنا اتخلقنا البني ادم ان جنرال يعني اتخلق علشان يعمر الارض ويواجه الصعب ويواجه الصعب بالزبط فلما طلعنا نزلنا بقى على الارض كان في بقى حاجات كائنات غريبة احنا بنشوفها في الافلام ديناصورات احنا حاربنا ديناصورات البني ادم يعني حاياة بديناصورات بل جاء لبلك وقتها ايوة انه احنا انت لازم هتعيشي يعني انت لازم هتتأقلمي هو ده قصدي ان احنا لازم هتأقلم وانحارب اي حاجة عشان تعرفي تستمر يعني البشرية لازم تستمر ايه اكتر تعليق جالك على موضوع ديناصورات ده احنا شوفنا حاجات كتير جدا تموت متضحك اكتر حاجة جات لك لفتت نظرك او دحكتك قوي لا اهوان مجرد ان انا لقيتهم بيعملوا كوميكس على ديناصورات انا اتحكت لانه يعني لان انا قلتها بعفوية جدا وده كان قصدي واكيد يعني قصدي يوصل يعني اكيد اكيد حسن شكوش الفنان الكبير هاني شاكر قال اغنيتك في لقاء مع الاعلامية وفي ايه كلاني شفت اه شفت شفت تقول له ايه وترد علي تقول له ايه لأ طبعا الاستاذ هاني طبعا ده كما اقامة طبعا حاجة كبيرة بالنسبة لنا طبعا نتعلم منه وانا مبسوط جدا ان هو طبعا غنى اغنيتنا بنت الجران دي حاجة برضو تشرفنا برضو وتكتب في التاريخ يعني وانا بقول له ان انا يعني انا لما جيه قالدني والكلام دوت انا مزعلان منه اه ده بالعكس هو يعني انا لما شفت الفيديو اتبسطت بي اه اتبسطت جدا وانا بقول له على الهو ان انا مش مزعلان منه وده شرف ليه طبعا اتبسطت جدا شكرا